اشتركوا في القناة من الضفة الغربية الى الكيان الصهوني الى الكيان الاسرائيلي واكد وزير الخارجية في كلمة مملكة البحرين التي تم توزيعها خلال الاجتماع على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للموقف الفلسطيني وقال ان الخطة الاسرائيلية تعد انتهاكا صارخا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة ولمبادئ القانون الدولي وجميع الاتفاقيات السابقة وان هذا المخطط الاسرائيلي يهدد السلم والامن الدوليين ويعرض المنطقة للخطر خاصة في ظل الظروف الحالية التي ينشغل فيها العالم اجمع بالتعاون من اجل مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا وما تشكله من خطر عالمي وجدد سعادته موقف مملكة البحرين الداعب للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولية مؤكدا على اهمية مبادئ السلام العربية لعام 2002 التي تدعو الى انسحاب اسرائيل بشكل كامل من الاراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القدس الشرقية وباقي الاراضي العربية المحتلة وادانا سعادة الوزير في كلمته الاجراءات الاسرائيلية التي تعيق من جهود مكافحة الجائحة بما في ذلك وضع الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية مؤكدا بان مملكة البحرين تدعم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية وانها على استعداد تام لمساعدة الاشقاء الفلسطينيين في هذا الشأن هذا وقد صدر عن مجلس جامعة الدول العربية قرار اكد فيه على ان اقدام حكومة الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم اي جزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يمثل جريمة حرب جديدة تضاف الى السجل الاسرائيلي الحافلي بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الامم المتحدة والقانون الدولية واكد المجلس على ان الدول العربية ستدعم بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية اي قرارات او خطوات تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المخططات الاسرائيلية ودع المجلس اللجنة الرباعية الدولية الى عقد اجتماعا عاجلا لانقاذ فرص السلام وحل الدولتين واتخاذ موقف دولي منسجم مع القرارات الدولية ومرجعية عملية السلام اشتركوا في القناة